ابني او بنت ازاي انك تقول لأ وانت وثق في نفسك وانهم لو اترياءوا عليك ولا تمردوا تمردوا تنمروا انا كشاب او بنت مستسلمش بل بالعكس يمعندي ثقة في نفسي ان يقولهم لا انا مش عامل الهاب اللي انتم بتملو ده بالظبط كده عامل ايه انا كام ازرحها فيهم ازاي ازرح ده فيه من هو معايا صغير من هو لسه طفل ابتدي اعزز ثقة في نفسه ابتدي ازود امكانياته وقدراته ابتدي اعزز ازاي قدرته على ضبط انفعلاته ان ازاي يحده حدود لي والاحدود للاخرين في التعامل معاه ان ازاي محدش يمارس علي ضغط وقبله طبعا تديني نصائح عملي يعني مش دي العنوين اللي احنا عايزين نحققها ازاي اعملها بقى اعملها كده ازاي اعملها ازاي يعني فكرة ان انا هبتدي مع طفل انا عايز الطفل ده يطلع وصف في نفسه وقادر انه يدخل اي مجموعة وابقى فاهم ان دخول اي مجموعة جديدة في الاول هياخد شوية تكيف احنا كلنا احنا بنود لنا التدريبات او بنبتدي ندخلهم مثلا سن الحضانة او المدرسة لسه بنبتدي نعرفه ان هو راح كوميونيتي جديد وبنبقى عارفين ان الناس دي اول ما تدخل معهم هتبتدي نعمل شوية حاجات يعني الامهات مثلا في الاطفال الصغرين بيبتدي ويزعوا هدايا ازاي تتعرف مع صحابه ازاي تتعامل ازاي الامة بتبتدي تصاحب الامة علشان الطفل يتطمن ان في حد قريب منه بخلي الطفل يحكي لي ولما يرجع من اليوم الدراسة او الطفل هو صغير بيحكي من الحضانة ايه اللي حصل معاك في اليوم بتاعك هو بيحكي هو في حضانة يجي بقى في سن المراقة ده يؤتم خالص اه بالضبط ليه بقى يجي بقى تقول له عملت ايه الحمد لله لان انا هنا في المرحلة دي ابتدأت اتعامل معاك انه كبير وعاوزه يضبط سلوكه وانفعلاته وعاوزه يبقى قارئ جيد للاحداث والاخرين اه فهو بيبتدي يعمل ايه دخلت من الام بالضبط هو بيبتدي هنا يقلق انه يكون الرأي بتاعه او تفكيره ومش عند توقعات الابوين او انه هناخد قرار ان احنا هنحرمه من اصدقاء ما تمشيش مع افلان ما تروحش مع افلان فهو عشان خاف من الاعقاب بيخبي فهيبتدي يخبي لكن لو انا بديله الامان وبشاركه في الرأي شوية ومشجعه لانه هو يتكلم بوضوح تمام وانا كمان بحط نفسي مكانه في نفس الفعل وامره بتاعته وبحكيله عن حياتي في نفس السن ده هبتدي افهمه انه ده امر طبيعي اه يعني مثلا انا كأم اقول لبنتي انا لما كنت في سنك كنت بعمل كذا القصة والفكاية يعني اكتر حاجة بتعلم الاطفال هي القصص زي ما حترك عرف القصص والروايات طب تمام فنحكيله قصة انا حصل كذا والأب بيحكي الابنه عن اخطاءه اللي عملها وهو صغير عن اخطاءه اللي عملها وعن تجاربه النجحة اللي عملها وازاي يحكي وازاي يفكر وازاي صحابه كانوا بيضغطوه وازاي الحاجات دي كلها الحاجات دي عبارة عن طبقات عملية هو بيحكي اعرف يا دكتر انت فكرتني بابي ربنا يديله السحة يا رب وانا في سنوي قاعد مرة يحكيلي كده بالضبط يعني قاعد يحكيلي انه هو في سنوي لما كان هو في سنوي كانوا صحابه يعودوا يقولوله ايه دا انت مش هتكي هننزل نتعرف على بنات وشرفيه كده انت مش هتكي معنا فيقولهم لا ما بحبش ايه دا انت لست صغير ولا ايه انت مش راجل بتعكس بنات زينا وبتاع يقولهم اه انا بابايا كان بيحكيلي يقولهم ايه اه انا صغير يقولهم همه في سنوي وانا يقوله انت مش بتحلق داءنك كان بابايا شعر انت مش بتحلق داءنك انت راجل مفروض Тحلق داءنك كتير عشان يتقل يقولهم لا بس انا بابايا قال لي ما عملش كده عشان ما ايبقاش دقاني كتير او يقولوا انت عايل بق يقولهم اه انا عايل فكضتها دا يقول Learning انت ليد قولهم انا عايل قولهم لا ألم هم بيدغطوا علي بأنه هم يستفزوني عشان أقول لهم لا أنا مش عيل في حامل اللي أنتوا عايزينه فهو عنده عيل فأنا بسكتهم أنا واثق أن أنا مش عيله وأنا واثق أن أنا كبير فسكتهم لهم آه أنا عيل عايزين إيه وده يمكن دخلت في قصة كده بس ده خلاني أنا أطبق كلامه علي أنا في سنوي كان أصحاب يقولولي كان أصحاب يقولولي إيه أنت مش مساحبة أنت قاطلك أنت ما فيش ولاد حيقابه بيك أنت مش حلوة فما فيش ولاد حيقابه بيك فكانت طبيعي قبل قصة بابي دي كنت تقول إيه لأ أنا حلوة وأبدأ أفكر زيهم بيتقول لهم إيه آه أنا مش حلو عشان كل ولاد مش ابعدوا عني بقى أنا فعلا وحشة وما فيش ولاد بتعجب بيه عشان أنا وحش صح فهنا اللي رد يعني بابا حضرتك قال إيه بابا يقال لي كذا من الصديق الأول الأب فلازم الأسرة يبقى لها دور وتلعب تبقى فهم المرحلة العمرية للمراهج بيتنقل ليها معادش التفل صغير هديله أوامر هينفزها ليه فهو ابتدى مخه يكبر ابتدى تفكيره يزيد المصارات العصبية بتاعت الحب وبتاعت المشاعر بتاعت التنمو عنده بشكل أسرع فابتدى عاوز يكون فيه عاطفة عاوز يتعرف على الجنسه عاوز يتعرف على هويته يعرف هو مين ورايح فيه وبيعمل إيه فكل الحاجات دي كلها لو الأسرة مش بتشير هنا ومش بتشارك معاه إزاي إن هو يقدر يتعامل مع ده ونزوده وخاصة لما بيقى فيه مراهق إمكانياته ضعيفة أو معندوش القدرة الكاملة أو الكافية إن هو يتعامل مع أصدقاء بيبقى هنا عرضة للضغوط واللشدائد يعني تحط تحت ضغط جديد